ممكن تعرف نفسك؟ ده من أكتر الأسئلة اللي بنتسئلها في أي مكان بنروحه لأول مرة وبرغم من السؤال ده يبدو بسيط وسهل جدا اللي إن جابتنا للسؤال ده ممكن ما تكونش أفضل حاجة وما تكونش أفضل طريقة عشان نسوق بيها عن نفسنا ونسيب الانطباع اللي احنا عايزينه الحالة بتاعتنا النهاردة عن إزاي تعرف نفسك بطريقة صحيحة لكن قبل ما نبدأ محتاجة منكم تسجلوا فيديو وتعرفوا نفسكم فيه خلال دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وقفوا الحلقة وسجلوا الفيديو بتاعكم الأول بعد ما تسجل الفيديو اتفرج عليه وجاوب على السؤال ده هل كانت إجابتك عبارة عن اسمك واسم الشركة اللي بتشتغل فيها وعدد سنين خبرة اللي عندك واتخرجت من كلية إيه؟ وبس؟ لو كانت إجابتك هي نعم فخلينا نقلك أخبار سيئة للأسف أنت كده مش بتسوق لنفسك بالطريقة الصحيحة أنت كده ببساطة بتقول لحضور أن زيك زي غيرك وما فيش فرق بينك وبين أي حد تاني إلا ممكن يكون اسمه كليتك أو الشركة يعني على سبيل المثال لو في شخص اسمه أحمد عنده عشر سنين خبرة بمجال المبيعات وبيشتغل في شركة X وشخص تاني اسمه أحمد برضو وعنده عشر سنين في مجال المبيعات لكن بيشتغل في شركة Y الشخصين دول لو قاموا معرفوا نفسهم وقالوا كلام ده بس فبالطريقة دي بيقولوا الحضور أنهم اللي اتنين نسخة طبق الأصل من بعض والاختلاف الوحيد هو اسم الشركة تميزك مش بس اسم الشركة بتشتغل فيها ولا الشهادات اللي معاك بس في حاجات تانية كتيرة جدا محتاج تاخدها في اعتبارك لما تيجي تقدم نفسك في خطاب عشان تضمن أنك تكون بتسوق لنفسك بالطريقة الصحيحة أول خطوة محتاج تعملها أنك تنظر نفسك كمركة تحتاج لمسوق بارع اللي هيكون أنت أو أنت وبالتالي أول شيء مهم عمله كحالي العمل على أي مركة أو منتج هو أنك تدق بتحديد جميع المواصفات التقنية والفنية الخاصة بالمركة دي وفي حالة المركة الخاص بيك هتحتاج تعمل قائمة بكل الخبارات اللي مريت بيها على سبيل المثال المواقف الحياتية اللي غيرت في تفكيرك عملك وخبرتك السفر اللي قمت بيه وحسيت أنه كان عامل مؤثر على شخصيتك وكل الدراسات اللي عملتها وعلاقاتك المجتمعية والعائلية وكمان هويتك تاني خطوة هتحتاج تسأل نفسك كل حاجة في القائمة دي فدتك في إيه وممكن تفيد الحضور بإيه مجرد أنك تقول عندك عشر سنين خبرة في مجال معين مش هتوضح قيمتها مهم ترجمة العشر سنين دي إلى فوائد وخبرات محددة طلعت بيها ثالث خطوة محتاج تعملها أنك تحدد الميزة التنافسية للمركة الخاصة بيك وبنعني بالميزة التنافسية هي المهارة اللي عندك أكثر تمييزاً من غيرك ودايماً بتلاقي استحسان من جميع للناس اللي اشتغلت معاه ودايماً بيعلق الناس عليها رابع خطوة محتاج تحدد ثلاث كلمات توصف المركة الخاصة بيك بعد كده شوف الفيديو اللي صورته من شوية واسأل نفسك هل فعلاً طريقتك بتعبر عن الثلاث كلمات دي؟ هل كلامك عن نفسك بيوصر الرسالة اللي حادة توصل للناس عنك؟ بعد ما تعمل الأربع خطوات دي عيد صياغة مقدمتك عن نفسك وحدد النقاط الأكثر تمييزاً اللي ممكن تضيفها وتقولها عن نفسك وفعلاً بتوضح قيمة وتمييز خبراتك المختلفة بعدين سجل فيديو تاني وبعد كده قارن بين الفيديو الأول والتاني واسأل نفسك أيهما نجح في التعبير عنك فعلاً؟ وهستنى إجاباتكم على منتدى النقاش على ادراك.org